مجددا أهلا بكم قدمت قمة الجزاء للقضية الفلسطينية كل ما يستحق أن يقدم لها من دعم ومساندة وتضامن وذلك بفضل تركيز قيادة القمة على وحدة الصف الفلسطيني والعربي خلف مبادرة السلام العربية ودعم صمود الشعب الفلسطيني كذلك إعلاء مكانة فلسطين في كل المحافل الدولية السؤال ما هي أبرز نتائج القمة المتعلقة بالقضية الفلسطينية وهل يعزز التوافق العربي حول قضياتهم المركزية القضية الأم الصمود الفلسطيني باتجاه الاعتداءات والانتهكات الإسرائيلية وهل تنجح جهود العربية في الأمم المتحدة لرفع التمثيل الفلسطيني فيها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ضيفان من رمال سيد محمد الحراني عضو المجلس الثوري لحركة فتحة ومن بغداد دكتور حازم الشامري أستاذ العلوم السياسية في جماعة بغداد أهلا بكم على شاشتنا سأبدأ معك يا سيد محمد أولا يعني من التقرير ربما أو من المقدمة قدمت قيمة الجزاء للقضية الفلسطينية كل ما يستحق أن يقدم لها يا سيد محمد من دعم ومساندة وتضام الفرقة التقطوا الخيط أم لا نعم أولا عقد هذه القمة من حيث المبدأ في الجزائر التي لديها موقف عميق ثابت وصل من القضية الفلسطينية إن كان على المستوى الرسمي وإن كان على المستوى الشعبي طبعا ورئاسة الشقيقة الجزائر للدورة الحالية وضع في يد جزائر المبادرة لتطرع على كل أشقاء العرب مجموعة من الأفكار التي تعلقت بأكثر من موضوع ومنها القضية الفلسطينية التي وصفتها هذه القمة بأنها هي القضية المركزية عبر العصور للعالم العربي هذا ترتب عليه طبعا في البيان الختامي وبعد المناقشات أولا إعاد تأكيد على الدولة الفلسطينية وحق الفلسطينيين في دولة على حدود 67 وعاصمة القدس ثانيا تأكيد على ضرورة دعم القدس عبر عنصرين وهو طبعا التأكيد على البصاية الهاشمية وأيضا لجنة القدس التي هي في الواقع مكونة منذ عقود من الزمن كذلك موضوع التوجه وهذا طلب في منتعى العامية أو عمل سياسي في منتعى العامية وهو التوجه إلى هيئة الأمم التحدة عبر مجلسيها الأمن والجمعية العامة لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين هذا في منتعى الأهمية إذا كان هناك مجموعة عربية تنتج عن هذه القمة لمتابعة طرح هذا العامر بتعاون مع أصدقاء دوليين لاحظت أنا كمواطن فلسطيني الرسالة من رئيس الصين ومن الرئيس الروسي التي وافقت على مخرجات القمة العربية هذا يعني أنه إن كان على المستوى الإقليمي أو الدولي بجانب الدول العربية يمكن العمل الحثيث على طرح حق من حقوق الفلسطينيين في إطالة القانون الدولي طلب العضوية الكاملة ما سيترتب عليه تحديد حدود هذه الدولة وحدودها واضحة حسب القانون الدولي وهي أرض 67 وعاصمتها القدس الشرقية هذا كله مهم إذا وضعت له آليات عملية لتنفيذه هذا من حيث المبدأ في منطقة الأهمية ولكن السؤال بعد انقطاع العمل العربي المشترك خلال الثلاث سنوات الأخيرة بعد قمة تونس نعتبر أن هذه مناسبة يمكن تحويلها لفرصة تجديد الأمر ليس فقط على الملف الفلسطيني لكن ما زال السؤال على كل الملفات العربية ما زال السؤال اللحمة الفلسطينية هي السر في البقاء أليس كذلك؟ هل هي موجودة؟ هل هي في الطريق؟ هل نحن بصدد الحديث عنها بصورة عملية وليست نظريات؟ نعم هذا السؤال أيضا الأهم لأنه لا تطلب حتى من الأشقاء أن يكونوا معك قبل أن تقول مع نفسك كما يجب الآن وضع الانقسام السحة الفلسطينية عانت من انقسام مسؤولة عنه حركة الإخوان المسلمين التي كان لها تجارب متعددة في أكثر من بلد عربي وبصراحة عرضت تلك البلدان لمخاطر نحن في غنى الآن عن ذكرها نفهم لأن أقدارنا في فلسطين أن يحصل ما حصل ولكن لا خيار موضوعيا أمامنا إلا السعادة الوحدة السعادة الوحدة هناك لدينا أخيرا الآن المبادرة التي أعلن عنها قبل ما يقارب الشهر في الجزائر للم الشامل الفلسطيني أما في هذه المبادرة مسألتين مرافقة أطراف عربية طبعا منها الجزائر مصر الأردن وكل دولة عربية معنية وقطر ربما من أجل السعودية أي دولة عربية يجب أن تساعد الفلسطينيين برأيي تدفعهم قدما لوضع آليات محددة للسعادة الوحدة وبرأيي أهم نقطة في هذه المبادرة وغيرها من المبادرات العودة إلى الشعب الفلسطيني استعادة الزمن الحقيقي في الساحة الفلسطينية هي بالعودة للشعب الفلسطيني عبر انتخابات تكون جزءا من تفاهم وطني يتناول برنامج سياسي وسائل النضال التي يريد الفلسطينيين أن ينتهجوها دفاعا عن أنفسهم في مواجهة سياسة إسرائيلية الشرسة تقوم على تصفية القضية الفلسطينية واستنزاف خطير خطير وعنيف للشعب الفلسطيني الصامد بالفعل على أرضه إذن مطلوب مننا بالفعل السعادة الوحدة لتوحيد الموقف الفلسطيني بالتنسيق بعد ذلك مع الأشقاء العرب مع الأصدقاء الإخليميين والدوليين يمكن إحداث فرق نراكم باتجاه حلم الفلسطينيين في الحرية والاستخدام طيب سأعود إليك في مسألة كيف يعني إن كانت الرغبة سياسيا بين الفرقاء في فلسطين موجودة السؤال ما هي الأليات سأعود إلى هذه النقطة السيد محمد لكن أذهب إلى دكتور حازم الشمر مانا بغداد دكتور يعني كل شيء في العراق جديد مع القمة الرئيس الحكومة حتى القتلة الأكبر في البرلمان مع الإطار التنسيق الكل يشهدوا قمة عربية بامتياز في الشقيقة الجزائر كيف كانت المشاركة أولا العراقية في هذه القمة دكتور مساء الخير وشكرا على هذه اللقاء حيالك أولا والضيفك والسادة المشاهدين بكل تأكيد يعني كما تفضل حلة سياسية جديدة يعني في العراق بعد أن دائما يعني انسدار سياسي طويل قرابة عام وأيام تم الانتخاب رئيس الجمهورية سيد عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء سيد محمد الشيح السوداني ومن قبلهم كانوا رئيس البرلمان العراقي السيد محمد الحلبوسي بكل تأكيد العراق بحركة الدبلوماسية هو كما جاء بكلمة الرئيس العراقي سيد عبداللطيف رشيد أنه هو يؤيد بكل إمكانياته وتوجهاته القضية الفلسطينية وهي العنوان الرئيس المركزي الذي كان وما زال سيظل هو المحوى الرئيسي بالسياسة الخارجية العراقية وحتى العربية هذا هو الأساس الذي جاء بهذه الكلمة كذلك كان هناك أشيء الكثير في مسألة عدم التدخل بالشؤون الداخلية والأوضاع الاقتصادية وكيفية التكامل العربي العربي على اعتبار أن الأزمة الحالية التي هي في خضم الوضع الحالي من أزمة أو قتال روسي أوكراني هو يتسبب في يعني أوضاع اقتصادية صعبة بنهيك على الأوضاع الغذائية كذلك الأزمة تايوان أيضا تلقي بظلالها على المنطقة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية أيضا يعني العلاقة ما بين خمسة زائد واحد وطهران في مسألة السلاح النووي أو المفاعل أو قدرة النموية الإيرانية هذه الأمور تلقي بظلالها في خضم التحديات الكثيرة بشكل عام وكذلك للعراق تحديات أيضا من دول جارة المياه التدخل العسكري لبعض الدول الجوار وحتى المجتمع الدولي في الشئ السياسي العراقي الأرض العراقية وبالتالي هناك تحديات جم طيب يا دكتور وأنت أعلم مني حضرتك في بغداد هناك هلات ضوء على مسألة التدخل في أشؤون الداخلية للدولة العراقية حتى من الجارة حتى من إيران مسألة اتساع النفوذ الإيراني في المنطقة العربية كيف تعاملت معه القمة العربية في الجزائر القمة العربية في الجزائر هي ذاتها القمة العربية في جميع الدول التي استضافتها هي كانت وما زالت عدم التدخل لدول الجوار بأي أرض عربية الدفاع العربي المشترك السيادة للدول العربية وبالتالي الكل يعلم أن هناك تحركات ليس لطهران طهران نعم متوغلة في العراق في بيروت لبنان كذلك في اليمن وسوريا وغيرها من الدول ولكن هناك أيضا تركيا متوغلة في ليبيا في العراق في سوريا أيضا هي متوغلة ولديها خدم عسكري في هذه الدول وغيرها كثير كثير من التحديات التي هي محط اهتمام وحقيقة ليس فقط في منطق إنشائي بقدر منطق إجرائي تستطيع منها منظمة الدول جامعة الدول العربية أن تتخذ الخطوات اللازمة على اعتبار أن هذه القمة كانت قمة حسب توصيف القيادات السياسية من الخط الأول قمة التوافق إلى حد كبير وقمة حضور إلى حد كبير من الشخصيات الرسمية من الطراز الأول من مرهج القرار السياسي لهذه الدول نعم طيب سيد محمد أعود إليك في نقطة في غاية الأهمية والحساسية الرغبة السياسية كانت موجودة أنه قمة الجزائر ركزت بشكل واضح للجميع للأمة العربية أن القضية المركزية والقضية الأم لازالت وهي باقية هي القضية الفلسطينية إن كانت الرغبة موجودة سيد محمد ما الذي ينقصنا الشيطان يكمن في التفاصيل ربما هي برأيي برأيي أنا يمكن للقيادة الفلسطينية الرسمية أولا أن تجري حوار إذا كان هناك بطبعا مساعدة الشقاء العرب وعلى أساس المبادرة المطروحة وآخرها المبادرة في الجزائر إذا كان هناك أي طرف وأقصد هنا حمس يريد أن يستعمل حوار فقط للوصول للا شيء يمكن انتهاج طريق آخر وعادل وهو الإعلان عن الذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشعية على الإسرائيل الاحتلال سيمنح هذا العمر تحت أي ضرر سنلجأ للأطراف الدولية ولكن في النهاية إذا لم يتيسر ذلك يجب أن يتحول إجراء الانتخابات إلى مواجهة في الاحتلال تحديدا في القدس طبعا وفي الضفة الغربية هكذا نعيد طرح القضية الفلسطينية أولا أمام العالم في إطار ديمقراطي قانوني محترم وحضاري أيضا وأيضا نعيد المسألة للشعب الفلسطيني لألا يبقى أحدا أي من كان محتكرا لمصير الفلسطينيين دون أن يضع مصيرهم ومصلحتهم أولا في اعتباره قبل أي حساب حزبي هذا هو المخرج وأنا أعتقد أنه هذه نقطة جديرة بالدراسة أولا حوار نحن نريد أن نتوافق كفلسطينيين كل الأطراف ولكن إذا كان هناك طرف يريد مثلا أن يأخذ جغرافيا معينة مثل قطاع غزي كراهينة ويسألك بعد أن أخذ هذا ما الذي ليه هناك هذه لا تستوي طيب هو لا خلاف يا سيد محمد على برنامج ليس كذلك؟ لكن النقطة المفصلية أسس الحوار نعم القاعدة التي يتم عليها التحاول هي التي فيها مشكلة ليس كذلك؟ يعني الهدف موجود الحوار كفكرة كفكرة عامة مقبولة ولكن شروط هذا الحوار النقاط التي توضع على طاولة البحث والنقاش وهل هناك معايير للقرارات التي تتخذ من قبل الفصائل أو طائرات الفلسطينية هذا هو السؤال ليس كذلك؟ نعم هذا سيدي ما أقوله عندما أقول الاتفاق على برنامج السياسي ونضالي في إطار منظمة التحرير مع إعادة بناء منظمة التحرير على أساس من الشراكة هذا كلام واضح وأرضية واضحة لأنه لا يمكن أيضا أن أحاول أطراف ولا أريد أن تكون جزءا من منظمة التحرير ولكن على هذه الأطراف أن تفهم أن وجودها في منظمة التحرير يعني موافقتها على سياسة منظمة التحرير وعلى قرارات الشرعية الدولية لنتمكن من استمرار العمل في إطار المؤسسات الدولية ومع العالم العربي الذي يتبنى مبادرة السلام العربية أي مجموعة من الخطوات الواقعية بعيدة عن الشعارات التي ذبحت القضية الفلسطينية إذن محددات الحوار واضحة بعد ذلك الذهاب إلى عادة بناء مؤسسات الفلسطينيين بالانتخابات إن كان في الضفة وغزة والقدس أو إن كان استكمال التمثيل الفلسطيني عبر المجلس الوطني الذي بالعادة يمثل الفلسطينيين في الداخل والشتات بهذا الشكل عندما نستعيد وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة قراره في سياق رؤية سياسية واقتصادية وثقافية وإعلامية يمكن أن نحدث الفرق ويمكن أيضا أن نسهل مهمة من يريد أن يقف مع الفلسطينيين في مصار تحررهم ونضالهم من أجل حريتهم لكن لو تسمح لي بالنسبة للتدخلات في العالم العربي أنا أيضا كمواطن عربي يعنيني عمر العراق وسوريا لبنان اليمن التدخلات الإيرانية أخذت العراق الآن رهينة حتى في تشكيل الحكومة حتى في الانتخابات دخلت في كل التفاصيل لحيث يبقى العراق العريق الوازن الثقيل للحضارة رهينة لها أنا كمواطن عربي أدعو الله أن العراقيين يستطيعوا أن يخرجوا بالتدريج من هذه المعادلة لاستعادة عزة العراق ومصلحة مواطنين هو أكد على هذه الكلمات دكتور الشمر الحقيقة على شاشاتنا لكن دكتور أريد الرابط ربما عندما نتحدث عن الحصار في غزة مثلا عندما نتحدث عن مسألة يا دكتور حازم نقص المواد الأساسية جراء الحرب الروسية الأوكرانية حتى في المنطقة العربية يبقى هنا السؤال يا دكتور الأمن الغذاء العربي كيف يمكن أن نتطفق جميعا على مداخل ومخارج له كيف يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي العمل العربي المشترك الجمل التي نسمعها حتى ونحن كنا صغارا حتى كبرنا يا دكتور كيف يمكن أن تطبق على أرض الواقع وهي جاءت في إعلان الجزائر أليس كذلك بكل تأكيد سؤال جدا مهم من جنابك الكريم وهو سؤال يتردد لدى الفئات يعني النخب الثقافية وحتى النخب الأكاديمية التي تبحث في الشؤون السياسية في المنطقة والمتخصصة في العلوم السياسية يعني جناب الكريم وضيفك الكريم والسادة المشاهدين يعلمون أن لدى الدول العربية أنا أسميها الكتلة العربية كل مقومات الأمن الغذائي هناك الأرض الخصبة وهناك القدرة البشرية الكبيرة والتنمية الواسعة وهناك الأموال الكثيرة من جراء النفط والغاز وغيرها من الثروات التي هي في باطل الأرض وتحت نحتاج حقيقة إلى جمع هذه عناصر المعادلة وتحقيق الأمن الغذائي بشكل حقيقي ليس إنشائي هو إرادة سياسية حقها وأظن أنه هناك التغير في يعني المسار السياسي العربي باتجاه إيجاد رؤية عربية واضحة يعني لها كلمة مستقلة عن يعني التبعية الدولية وهذا إيجابي هذا من أحد إيجابيات ربطارة نافعة من أحد إيجابيات الحرب الروسية الأوكرانية هناك رأي يعني قد يكون متفق لدى القيادات السياسية وملاقص القرار السياسي في الدول العربية على أن العرب يجب أن يكون لديهم كلمة ورأي وأنك تكون المصلحة العربية هي في سلم أولويات التعامن أو اتخاذ المواقف هذا إيجابي جدا لذلك هذه الجملة تصلح يا دكتور أن تكون حسن ختام انتهى وقت المقابلة الدكتور حازمة الشمر أستاذ العلوم السياسية في جماعة بغداد شرفتنا للغاية دكتور على شاشة الغد شكرا جزيلا كذلك ضيف من رمال سيد محمد الحوراني عضو المجلس الثوري لحركة فتح شرفتنا ونورتنا يا سيد محمد شكرا جزيلا انتهت حلقة الليلة دوما في أمام الناس إلى المقر اشتركوا في القناة